هلو السلام عليكم اليوم محاضرة 18 راح نشرح بيها على الكوكيز وشلون نخزن اشياء بالكوكي مع البراوزر اوكي شلون نرجع هاي الاشياء من الكوكي وشلون حنحتاج الكوكيز احنا بهذا الموقع اللي دا نشتغل عليه اللي هو المدونة الشخصية راح نحتاج الكوكي على مود نخزن به التوكن اللي راح يرجع لنا من يرجع لنا بعد اللوغن على سبيل المثال هس احنا شرحنا طبعا على هاي التفاصيل سابقا اه بس خلي اظهر المواضيع اللي هوصل عندي عمود اعرف وان اسول اوكي هس مثلا من اجينا نسوي لوغن اوكي دزينا اليوزرنام والباسورد ورا ما ينجح اللوغن تمام فانش راح ارجع راح ارجع التوكن اللي اخذته اوكي بعد السكسسفول اللي اخذته من الجايسون وايب توكن بعد ما دزيت الايدي واليوزرنام اخذت هذا التوكن ورجعته وين رجعته بالداتا مال من مال اللوغن اوكي اذا اللوغن ش راح يرجع لي راح يرجع لي التوكن هذا التوكن قلنا نحتاجه لانه هو راح اندزه بشاكو ركوست بعد اللوغن يعني شكو ركوست يريد من عندي اوثنتيكيشن او يريد من عندي اوثورايز انا راح لازم ادزه لا التوكن اوكي لان التوكن ما الكي هو اللي راح يفتح لي الاوثورايز او الاوثنتيكيشن فهيسا نجي نرجع التوكين وين باللوغ ان إحنا وين مسوين الوغ ان وبصفحة الساين ان إحنا مسوين لوغ ان قلنا بصفحة الساين ان هنانا دا نضغط على منو دا نضغط على عفو عالسببت دا نضغط على السبمت هاي إش خلينا لها ID رحنا جوى بالسكريب تقلنا ياابه إذا صار الوغ ان بووتون عليك لك فعرفنا اوبجيكت حط باليوزرنام والباسورد تشيكنا لازم اليوزرنام والباسورد مفارغ اوكي تشيكنا اذا اوكي فادز شنو call ajax post الما ندزة؟ ادزة للأكاونت كونترولر للوغن فنكشن شرح ندز الوبجيكت اللي يحتوي اليوزرنام والباسورد ورما الاجاكس الكل هذا يخلاص استدعيل الفنكشن اللي شنو اسمها after login لنفرض دزينا الركوست وصل الركوست توين الى الوغن كمل الركوست سكسسفل ورجع true ورجع لتوكن حسا هذا التوكن بالمحصلة وين راح يروح؟ راح يروح للفنكشن الافتر لوغن هاي الفنكشن الافتر لوغن هنا اجا التوكن هنا ورما اجا التوكن اش راح نسوي؟ راح ناخذ هذا التوكن ونخزنه بالكوكي سوينا فنكشن اسمها set cookie فهاي الفنكشن راح نضم بيها منه؟ انضم بيها التوكن بعد ذلك ايش نستدعي؟ نستدعي call action تستدعي لنا منه؟ الاندكس زين سابقا احنا كنا نستدعي الصفحات اللي هي الاندكس وغيرها على سبيل المثال الصفحات اللي موجودة هنانا بالهم الصفحات هاي اللي موجودة بالهم الاندكس السبسكرايبر البلوغ الاباوت الكنتكت هاي جنا نستدعيها عن طريق لينك ونقوله الاس بي كونترولر يساويهيج والاس بي اكشن يساويهيج هسة بعد ما نقدر نسوي هاي الطريقة ليش؟ لان هذا الهوم كونترولر كلش صار كله صار اوثرايز فاذا نريد نستدعي الاندكس عن طريق اللينك ما رح نقدر ليش؟ لان لازم ما يصر بس نستدعي اللينك لازم ندز ويا توكن فسوينا طريقة جديدة اللي هي تستدعي لنا هاي الصفحات بس عن طريق شنو؟ عن طريق اجاكسر كوست احنا نقدر فبهذا الاجاكسر كوست شا ندز اندز التوكن مالتنا فهس اش راح نسوي؟ راح نجي على شغلة شغلة بالسرة نشرح احنا شوان راح نكونها على سبيل المثال ورا ما سوينا سكسسفول لوغين منو هو السيت كوكي هاي السيت كوكي الفونكشن وين موجودة؟ السيت كوكي موجودة هنانا خليتها وين؟ تذكرون هذا الجنرال سكريبت اللي كتبته اللي هو البرسونال بلوغ سكريبت هاذا چنتش حاطبي بالبداية شنت حاطبي البيس يو ار ايل وشنت حاطبي اليوزر توكن طبعا مسحت اليوزر توكن اش بقيت؟ بقيت الكول اجاكس جايسون والكول اجاكس وعرفت فونكشن جديدة اسمها كول اكشن وعرفت فونكشن جديدة اسمها سيت كوكي وعرفت فونكشن جديدة اسمها هسه شنو الاشياء الجديدة اللي صارت عندنا بالسكريبت اول شغلة جديدة صارت عندنا بالسكريبت انو احنا ضفنا فونكشنات جديدة اثنيا اللي هي السيت كوكي والجيت كوكي هسه راح نشرحن هنانا السيت كوكي شو وقت راح نستدعيها نستدعيها فقط بعد اللوغن يعني مني يصير عندي لوغن سكسسفول لوغن فاني راح اخذ التوكن اوكي وادزا وين ادزل الكوكي اسأوي الى السيت اللي هنا واضح زين السيت كوكي شو راح تشتغل طبعا احنا قلنا خليناها هنان السيت كوكي وهي الجافا سكريبت هذا البرسونال بلوغ سكريب نفتح السيت كوكي السيت كوكي تاخذ ثلاث براميترات اللي هي الكوكي نايم والكوكي فاليو والإكسباير دي الكوكي نايم هو اسم ننطيل الكوكي كأنما دنعرف كوكي بهذا الاسم الكوكي فاليو هو الشي اللي يريد نخزنا اصلا يعني القيمة اللي يريد نخزنها بهذا الكوكي الاكسباير ديز هو هذا الكوكي اللي انا حخزنها هاي الفاليو اللي حخزنها بالكوكي اريد كم يوم تبقى موجودة بالكوكي يعني اش قد يلا يصغلها اكسباير فهنالا اجدنسوا احنا دنعرف نوع date الدي يساوي new date بعدين اجدنقول لها دنقول لي دوت set time اخلي time بهذا الدي منين اجيبه اجيبه من الدي دوت الget time زائد هاذ الget time اش راح يرجعلي يرجعلي الوقت بالميليسكند يرجعلي الوقت بالميليسكند على مود اضيف الوقت مالتي اللي انا اريده فوق الوقت الحالي فاش اقول عدد الايام مضروبة في عدد الساعات ما اليوم الواحد مضروبة في عدد الدقائق ما للساعة مضروبة في عدد الاجزاء الثانية ما الكل ثانية بالمحصلة هاي المعادلة الايام في 24 في 60 في 60 في 1000 اترجع لي الميلي سكند فاش اقول الاكسباير هو الميلي سكند الحالي زائد الميلي سكند اللي انا اريده جايبة من عدد الايام وش اسوي هسه اقول لا الاكسباير اش يساوي يساوي اكسباير يساوي هاي السيترينج اكسباير زائد الديت .2 UTS UTC string اوكي طلعت الاكسباير طلعت الاكسباير هسه اجي اخزن الكوكي اش اقول لا document.cookie اش يساوي الكوكي name زائد يساوي الكوكي value سيمي كولن اكسباير والباث بهالطريقة خزنت الكوكي وين بداخل الدوكيومنت خزنت الكوكي بداخل الدوكيومنت اوكي فهسه التوكن من ادزة الهنانة رح يتخزن اوكي يتخزن بالكوكي زين هسه ااني شلون استفاد من التوكن بيش استفاد لان ليش داخل اخزن التوكن على موضوع بعديا من اجي استدعي الكول اكشن او الكول اجاكس او الكول اجاكس جيسون احتاج ادز يوزر توكن بالهدر الوثورايزيزيشن يريد من عندي يوزر توكن فاش اسوي قابل انا تشدت مسوي شنت معرف هنا جوه هذا الرابط شنت معرف يوزر توكن مسحته هسه قمت مين اجيب التوكن قمت اجيبه منه ببداية الفنكشن اش اسوي اقول لها var يوزر توكن يسوي get cookie جيب لي الكوكي اللي اسمها توكن جيب لي الكوكي اللي اسمها توكن طبعا هادا رح يستدعي منه يستدعي الفنكشن الget cookie الget cookie ش راح اسوي تاخد لي الكوكي name تقول الname يساوي cookie name ويساوي هنا انا ش راح اسوي راح يفتر على الكوكي array يفتر على كل الكوكي لان هاي الكوكي هي عبارة عن array اوكي فرح افتر انا على الكوكي اري اسوي سبلت بي سيمي كولن اوكي زين ورما سويت سبلت بي سيمي كولن راح اجي افتر طلعت هاي الكوكي حفتر على الكوكي اري من الزيرو لحد النهاية اخذ كوكي كوكي بالسرع وحدة وحدة اخذه كم كوكي انا عندي بالأري اخذهن فكل مرة اخذ كوكي واحد اش اقول لي اقول لي الوايا السي هاي الكوكي الوحدة اللي اخذتها الشار ات الزيرو يساوي يساوي فراغ اذا اول حرف من عدة فراغ اوكي فش يسوي لي قل لي جيب لي السبسترنج الاول اوكي بعدين تجي ش تقول لي هاي مو خلصت الوايا افتريت علي كملت جبت دائما السبسترنج الاول هسا من خلصت ايش راح اقول لي اقول لي اذا سي دوت الاندكس او في النايم لا يساوي صفر اوكي اذا لقيت هذا الكوكي ادو دور علي لقيته بالسي فش ترجع لي رجع لي سبسترنج من النايم الحد بالمحصلة يعني مو الا تفتهمون هنان اش طاير بالمحصلة هاي اللي يريد يدقق لازم يخلي دي باقر ويدقق بالسرع اش طاير بهاي فونكشن بالمحصلة من ادس كوكي نيم يرجع لي كوكي فاليو اهنان ادس كوكي نيم وكوكي فاليو وكسباير يسييت بالكوكي اوكي خاير بالهوسل محصلة انا هاي شان ماكو داعي اشرحها انتو حيرو بيهن زين هذاني موجودات هذاني وين تاخذوهن على مود اقولكم امين تاخذوهن هذاني همو اني كاتبهن ترى انها موجودة اتكوبي بس اه انروح على جوجل على عمو جوجل انروح على W3 W3 school dot com cookies انطبع على اول رابط W3 JavaScript cookies W3 school طبع اليهن ليريد يقرأ التفاصيل اهنانا هذا شرح كامل عن الكوكي what are cookie create a cookie with java script read a cookie from java script change cookie with java script delete cookie with java script the cookie string يشرح لك تفاصيل الكوكي java script cookie example مثلا اهنانا ادي اشرح لكم a function to set a cookie منطيكم هاي function للسيّة الكوكي function to get cookie منطيكم هاي function للسيّة الكوكي اه function to check a cookie منطيكم هاي function للسيّة الكوكي اذا هو كان موجود او ما موجود هسا جامحن بالاخير كل هنسوه حاطلكم set والget والcheck انا اش سويت كل اللي سويته اخذت الset واخذت الget copy paste حطيتها بتجافة سكر بطمانتي واستعملتها حتى ما ادري شو انت اشتغل اوكي ولا قرأتها ولا دوّخت بيها ولا ضايخ كومي بس واستعملتها اوكي اللي يريدي دقق خلي الروحي دقق اهنان المهم تاخذوها منانا وخالي يحب يقرأ النظري يقرأ التفاصيل يقرأ الشرح طبعا انا قاري ما بيحال اشرح للكم لان اكثر مرة قائل لكم واني ما اشرح نظري احب بطيكم كود ويفيدكم هسا حتى نشر لكم هذا رح نشرب قناتي على التليجرام طبعا اللي ما عند قناتي على التليجرام اللينك مالتها هو start point underscore IQ اوكي وهذا معرفي ما التليجرام موجود بها اذا احد عند اي سؤال او شي وهذا هو السيفي مالتي اذا احد يريد يعرف تفاصيل حياتي طبعا شعر هنا نقام وز غلسوا زيان هذا السيفي مالتي اذا اللي اعرفها هاي قد أمكم فالتفضيل اللي ما عند القناة من تليجرام يطبع القناة من تليجرام زيان طبعا طبعا اشتركوا قناتي هاي زي دولي مشتركين زيان هسا هاي الحد هنا اوكي واضح زيان هسا ورما صار sign in ايجينا سوينا سييتنا الكوكي اوكي زيان ورما سييتنا الكوكي قلنا احنا بعد ما نقدر نستدعي الصفحات او الوذيوات ما نقدر نستدعيها عن طريق لنك لازم نستدعيها عن طريق جافا سكرة فاني اش سويت سويت تستدعي للصفحات شنو اسمها اسمها call action هاي ال call action وين موجودة موجودة ايضا بال personal blog موجودة هنا هاي ال call action ال call action اول شغلة موجودة بيها انو انا جاي بال user token من الكوكي بعدين شمسوي اجاكس اش خالب هاذا الاجاكس قال لي المثود get url هو base url زائد url اللي انا خال الheader هو authorization بيريار استخدم التوكن هاذا هس ال res بونس اش رح يرجع لي هنا من انا دائد ال request لمثلا لهذا الاندكس او لهذا السبسكرايب هس واحد يقول لي هاي الفيو شم رجعت لك الجواب من ادز اجاكس الاندكس الفيو رح ترجع لي رح ترجع لي tag html شبير هس حش وفكم رح يرجع لي tag html شبير او زيان انا هذا tag html اريد اخلي وين اريد اخلي بمكان اللوغن فاني هنان اش سويت سويت طريقة تلزيقية طبعا انو اش حطيت حطيت comment ببداية البادي اسمه cut from here انا ش رح يرجع لي شوفو خلو نروح لللياوت اللياوت شبي اللياوت بيرندر بادي فمن انا استدعي الاندكس اش رح يصير رح يصير انو اللي فيو ما للإندكس اللي هي هاية اوكي رح تنحط ببطن من رح تنحط ببطن اللياوت رح تنحط ببطن اللياوت بمكان الريندر بادي ورما يجهز اله تش تي ام ال كله ويصير لريندر صحيح يرجع لي على شكل سترنج زيان هس انا من رجع لله تش تي جزء بادي اوكي اريد ااخد فقط جزء اللي بداخل البادي فعلى مود افتهم انا شوان هاخد الجزء اللي بداخل البادي اش سويت حطيت تاق ببداية البادي اسمه كاتف روم هير ببداية البادي لطش حطيته كاتف روم هير اوكي بس شويت هس اهن انا ش رح اجي اسوي بالجافا سكريبت رح اقول لجيب لي الموقع البداية مال هاي الجملة اللي هي الكاتف روم هير جبت صار عندي بداية البادي هو من يا موقع بادي رح تش سويت شفت نهاية البادي نهاية البادي اش بيه نهاية البادي تاق كل تاق بي شم حرف شوفوا هذا التاق هو حرف حرف ثلاثة حروف أربعة حروف خمسة حروف ستة حروف سبعة حروف والأنتر هاي ثمانة حروف والبادي هم سبعة والأنتر هم ثمانية فبالمحصلة ثمانية زائد ثمانية ستة عشر فاش قتلى آني بالجافا سكريبت قتلى اقتطع لي هذا هذا الرسبونس التاق الاتش تي المال الكبير الجاية اقتطع لي يامنيا من بداية البادي الفروم يمثل لي بداية البادي الحاد اللي ينث ناقص 16 يعني من بداية البادي أخذ لي قطعة من هذا السترنج الرجع لكم من بداية البادي الحد هنا الحد هذا المؤشر هس سوين واقف الحد هنا بالضبط هاخذ هاي القطعة مع الهتش تي ام ايل وين أحطها أحطها بالدوكيومنت بادي انر اش تي ام ايل أمسح الموجود بالبادي وأحط الهتش تي ام ايل الجديد اللي يجاني ورا ما اقتطعته صحيح بعد ذلك خليت السكرول يسيت من صفر يعني السكرول خاف أني نازل أوكي أو رايح يمنى يسري فورما أجيب القطعة هاي السكرول من أقول سكرول 00 السكرول كأنما رح يش يروح للبداية أوكي فهاي هي ال 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 اكشن اجين هسا هشرح لكم تفاصيل هاي بدأ أشرح لكم اللي جديد يصر وبعدين هسا هنفذ أشوفكم بالضبط زي هاي الحد هنا بعديا عدنا هاي الكل اجاكس أيضا خلينا التوكن هنا ببدايته قلنا للي user token يسوي get cookie token وأيضا الكل اجاكس جيسون سويت لها هاي العملية بعد شنو غيرت غيرت باللياوت الاستدعاء ما للصفحات قبل آني شون شون شنت أستدعي الصفحات خلي نروح عليها قبل شنت أستدعي الصفحات بهالطريقة أحط تاق A أوكي عشان وكما افتح تاق A خلي حط تاق Eli بط افتح تاق A شون شنت أستدعي شنت هي شاكو أقول ASB DASH CONTROLLER يساوي وأقول ASB DASH ACTION يساوي هاي الطريقة قبل من كان ما عدنا AUTHORIZ على الاستدعاء مالتهم بس من صار عدنا AUTHORIZ هاي الطريقة بعد ما تشتغل لأنه ما أقدر أنا أستدعي هاي الفنكشن بشكل مباشر لازم أدزلها توكن فأنا مدى أستدعيها بهالطريقة مدى أدزلها توكن فهاي بعد ما تشتغل شنو اللي رح يشتغل اللي رح يشتغل أنه بدل ما نستدعيها بها الطريقة رح نقوم نستدعي هنا بها طريقة بها الطريقة أقول لأ ON CLICK استدعي للCall Action اللي هي وين موجودة بالHome Index هاي الرئيسية Home Subscriber هاي ما المشتركين Home Blog ما المدونات وهكذا About Contact كل أستدعيها بهالطريقة ON CLICK To Quotation Call Action Single Quotation واستدعي أوكي هاي الحد هنا هسا حتى نجي النفذ نطبق بهالي الوضع ايه كل هالهوسة فوين نروح نروح هنانا طبعا بالSickCookie راح نخلي debugger على مود أشوفكم مجد يصرب كل function بالGetCookie أيضا راح أخلي debugger semicolon بالCall Action راح أخلي debugger بالResponse ورا ما يجيني response راح أخلي debugger بعد وين بCall Ajax بدايتي راح أخلي debugger بالResponse أيضا راح أخلي debugger بعد وين عندي بCall Ajax JSON أيضا debugger بعد وين برس ونس أيضا debugger وعملناها debuggerات بعد وين أخلي بساين بساين إن هنا أيضا راح أخلي debugger العفو هنا أيضا أخلي debugger وأيضا هنا أخلي debugger هسا البرنامج وين ما راح يروح راح يوقف على مود نتبع عجزي صح زي يعني زي وين راح أيضا أخلي debugger أخلي debugger على اللوغن حسا نسوي build rebuild سوري حشيت هواي وأشرح سريع شوية تنفيذ أول مرة يبطي الموضوع زي سكسسفل أستمي فض طبعا نكبر الشاشة هسا أنا مسجل الوزر والباسورد فراح أخلي انسبكت أنا مود نتبع التفاصيل هاي طبعا الأرارات الثلينة الطالعة ما يكون علاقة بيها مو يم مو يم الشغل شغلات واحدة طبعا هذا دمار دي دائما يطلع هذا الوزر وهو ما كوي الرأس سوي سوي لكونتينيو ويشتغل طبيعي ما ادري شمي هو اللي على البرامج هنتعلس زين هسا هنانا شنو راح نسوي هذا الوزر نيم والباسورد راح نسوي لوگن فاش صار عندنا صار عندنا هنانا اجا ديباقر وين من دس ناكليك على البوتون اشتغل هاذا الديباقر ف راح يصر بريفين ديفولت راح يتعرف هاذا الاوبجيكت طبعا اللي اجا باليوزر نيم واحد اس والباسورد واحد زين راح يشيك انه هاذا مو فارغ تمام هسا اشتغل هاذا وين شنو المهم استدعل 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 call ajax اوكي هسا احنا نمشي خطوة شنو المثود اللي دازيها بوست ال URL account login ال object هياته والcallback function هي منية هي ال after login ف نقول له اوكي اهنانا ش استدعى استدعى ال gate cookie ليش لانانا ببداية ال call ajax ش مستدعي مستدعي ال gate cookie اوكي مستدعي هاي ال gate cookie فهسا راح استدعى لنا منو ال gate cookie هسا خلا شوفكم شون راح يشتغل ال gate cookie شوفو هسا اول شي اجانا الكوكي name فرح نمشي خطوة عرفنا الكوكي name بها الطريقة شوفو شوفو الكوكي name صار token يساوي هسا هنانا ش راح يصير راح يطب بال four اوكي شوفو هنانا اش جاب لي بهاي جاب لي تفاصيل الكوكي على شكل اري شوفو هسا ال zero ال zero اش تحتوي token يساوي واجه token multi شوفو token يساوي واجه token multi لو كان عدنا بعض كوكي اكثر يعني لو مسوين سية الاكثر من كوكي كان اجن صفر واحد بس احنا عاليا ما عدنا بس صفر اوكي فاجه الكوكي multi بالصفر التوكي عفو multi بالصفر فهنانا ش راح ناخد اخذنا الصفر هسا جبنا الصفر وين خلينا خلينا بال c اوكي زيان ورا ما خلينا بال c ش راح نسوي له سوينا لسبسترنج اخذنا اوكي اخذنا بال c ماشي زيان هسا ش راح نقول لها نقول لها اذا هذا c هذا c يحتوي كلمة token يساوي اوكي هو طبعا يحتوي شوفو هسا هذا c بي كلمة token يساوي فهذا ش راح يرجع راح يرجع ترو بما انه رجع ترو فاني هناش راح اخذ بعض راح اخذ من ال name dot length يعني هاخذ من الموقع رقم 6 هسوي سبسترنج من الموقع رقم 6 اوكي الحد النهاية الحد الموقع رقم 301 مين الموقع رقم 6 شوفو التي صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة الموقع رقم 6 هو حرف ال E فاني راح استقطع من حرف ال E الحد منه الحد 301 ال 301 هو النهاية اخر شي اخر حرف فكأنما هسه رجعت التوكن من رجع التوكن واجه هنان صار اوكي صار عدي لوغن مضبوط اوكي طبعا ها هو المفروض سوري هو المفروض هسه ما كو كوكيز يعني شوفو اكو شغلة اني سوري متيهة المفروض ما يرجع كوكي من اول مرة اسوي لوغن بس هسه ليش رجع لي كوكي لان قبل شوية قبل لا اصور الفيديو اه كنت منفذ وكنت خازن بالكوكي فالكوكي اني شقد وما طفيت البراوزر بعدا مفتوح فناخزون الكوكي مالتي بالبراوزر نص يوم يلا ينمسح فاهمين قصدي فهسه منسويت مرت لوغ لوغن وليقيت اكو كوكي اني بعدني طبعا ما جاييني الكوكي ما لوغن الجديد بس هذا الكوكي التوكن ما لوغن القديم اوكي زين هسه نكمل راح نجيب اليوزر طبعا رجع عنا رسبونس الصحيح اوكي رجع عنا رجع عنا رسبونس صحيح حسه شوفوا بهذا الرسبونس اش رجعت النا الداتا الداتا بيها توكن بيها توكن جديد فاحنا وين راح ندز هذا التوكن راح نشيك الرسبونس راح نشيك هل الcall bug function هي function لو لا اجاني انه هي function هل الداتا لا تساوي undefined اذا لا تساوي undefined فدز الداتا للcall bug function اذا بها الحالة هسه ش استدعنا استدعنا الafter login لان الafter login هي الcall bug function اش اجاني اجاني التوكن هذا التوكن الجديد اجي وين راح نسوي له set بال cookie وصلنا لل set cookie هسه هنا بالsate cookie ش عدنا الاسم هو التوكن value هو القيمة ما للتوكن اللي راح اريد نخزنها والexpire هو نص يوم فش راح اسوي هسه اول شي اجيب date شوف اجاني date بصيغة كاملة بصيغة arabian standard time يعني اجي تيوزدي جولاي 21 2020 17 ودقيقتين و13 ثانية والجي امتي بلصت للساعات اوكي زين اسه هناش راح نسوي نسوي ل set شوف اجانا ال expire هسه لو نقول نجيب set time ادي dot set time اوكي شوف التاريخ الجديد شو كالصار هساني التاريخ القديم مالتي كان بالاسباطعش و اصباطعش ودقيقتين هسه صار شقيد بالخمسة ودقيقتين اوكي وعبر وين عبر عن يوم الوراء يعني 21 عبر على يوم 22 لان انا شقل زيت زيت 12 ساعة فالإكس باير ما انتش وقت رح يكون باتر بالخمسة الصبح اوكي زيان هسه وراها وين خزننا خزننا بالكوكي هسه لو نباوع الدوكيومنت كوكي نخزن بيها هاي التفاصيل اوكي زيان هسه وراها ورا ما خزننا الدوكيومنت كوكي شوفوا هنا انا المن دنستدعي ورا الدوكيومنت كوكي ورا الدوكيومنت كوكي العفوين بالساين ان بعد ما سيتنا الكوكي استدعينا منه استدعينا الكل اكشن اوكي الكل اكشن دازيل هال يور الريده اللي هو هوم اندكس راح نجيب منعدها الكوكي بعد ذلك صار هذا الريكوست سكسسفول هسا الريسبونس اش رجعلي طبعا انا وان رحت رحت للهوم اندكس شوفوا رحت للهوم اندكس اوكي الهوم اندكس رجعلي view كاملة بما انه رجعلي view فباع نتيجة رجعتلي بالريسبونس ياشنية هو عبارة عن document html كامل من طاق للسلام عليكم document html كامل اوكي رجعلي document html على مود نتأكد اريد اشوفكم بالتأكيد هو راجع كامل هستدعي response هنا وباعو هاذا document اللي رجعلي الحد html من بداية html اوكي من الاندرسكور من document التعجب document html الحد وين الحد النهاية انا اش رح اسوي رح اخذ الجزء اللي موجود بين هاي اللي قدام الموس من cut from here الحد وين الحد الاخير الحد قبل هذن التاقين البي الاخير اوكي رح اخذهن فهنانا شم سوي اول شي جاي بالموقع مال cut from here شوف وش قد الموقع مالته 1838 هاي الموقع مال cut from here اش قايل لي قايل خز لي بال body بد لي هذا body كل ش تخز بي خز بي التاق الجديد اللي رجع بدايته من 1838 الى حد الاخير ناقص 16 فهس من اقول continue تبدل الbody كل تبدل المحتوى ما للbody هس هقول continue اشتغل اوكي هس نطير هاذ نجي نتأكد هس هاذ الbody اضغير شوف الbody كل اضغير راحة login جتني هاي الbody جديدة هس هس فرض دس على المشتركين اجا بالbody الview جديد ما المشتركين شوف هس مثلا من ارجع للرئيسية حلم اشوف كم اني ليش خال هاي العفو السكرول هاي السكرول ليش خال هي وين هي بالcall اكشن خال بالcall اكشن علمو ليش اقول هاي خال هاي السكرول window dot scroll 00 مثلا اني هس هنان بالhome اني نازل الهنان وحدوس على التواصل فاذا ما اخلي هاي الwindow dot 00 من افتح الصفحة الثانية يبقى هاذا السكرول نازل الهنان بس من هفتح الصفحة ورجع السكرول للصفر اش رح يصير رح تنفتح الصفحة والسكرول يرجع للبداية فكأنما الصفحة انفتحت ومضبوطة منازل السكرول هي شي اوكي انفتحت ومضبوطة بالبداية ف هاي تشتغل التصفح وسريع ويخبر صفحة يعني كلش سريع التصفح خصب هالطريقة هاي بعد اسرع حتى من طريقة استدعاء اللينك اوكي والحلو بالموضوع انو البيج ما يلود حسا اذا دا شوفون البيج ما يلود اوكي دا تنتابون على الموضوع انو البيج ما يلود اصلا مجرد اتنقل بين الصفحات وكأنما اش سويت سويت البيج هو عبارة عن صفحة وحدة اني بس دا غير المحتوى ما للبدي مدى الود مدى اسوير افرش للموقع اوكي وهي طبعا من المميزات انو نستخدم الجافا سيكربت باستدعاء الصفحات فالحدة هنانة اتصور هذا يعني الاستدعاء ما للصفحات اوكي اه هذا يرجعنا التسجيل للدخول ونشيل الديباقر وهذا هو التفاصيل هس يبقى شنو بعد بعد لازم نجي نشتغل على الموقع بصورة اكبر انطور بي مثلا الصفحة الرئيسية نرتبها بعد اكثر مثلا هذيني فعلا نشغله ننخلي هني يجي بنداتا من صدق اوكي اه معا شنو مثلا المشتركين فعلا نخلي انو المشتركين تطلع 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 تفاصيلهم وهنانة المدونات المقالات نسوي المقالات الى آخرين اوكي نخلي مكان انو المشترك او ملف شخصي هنانا لازم اخلي فالملف شخصي الملف الشخصي انو واحد يقدر يطلع يعدل على تفاصيل الملف الشخصي مالتا بس هذي رادة شوية شغل فالحد هنانا صعدنا احنا موقع شغال هذا الموقع شغال ويتصفح و سيكوريتي مانتا عالي اوكي و اوثنتيكيشن اكو يشتغل توكن و ميت هكا وهذا الموقع اضان صعد على سيرفر اوكي online ونحط السيرفر هذا هو HTTPS بعد لا حد يقدر يطول ولا حد يدق نال ولا حد يقدر يخترق اوكي يعني اختراق يصور كلش صعب مو شون بشون تمام اه فهسا هاي الحد هنا ناصور هذا كافي اه اشوفكم على خير بمحاضرات جاية المحاضرة جاية طبعا رح تكون انو شلون نصعد الموقع على online اوكي شلون نصعد الموقع على online طبعا خلي استغل الوقت بعد هو مصاير وقت 36 دقيقة استغل الوقت اشوفكم الناس اللي ما ماخذ من عندهم او الموقع اللي ماخذ من عند server online اكو هذول اللي رح خلي اكتب لكم هانا احسن موقع اسمه smarter ASP هذول smarter ASP ينطو hosting plan ينطونا hosting plan يعني ينطونا host belash شون server او مو بلash وشو طبعا هو مهم ينطوكم trailer ok ينطوكم trailer شوفوا الاشياء اللي عدهم هذا بواحد باثنين دولار هذا باربع طبعا ثلاثة دولار هذا خمسة دولار هذا ثمانية دولار الفري هذا فري ينطوكم اشياء قليلة ok مثلا انا 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 اخذ هذا الادفانس مشتري يمكن طبعا انا باربع دولار حسدان نسوي learn more يكون شوي عغلة اي هذا شوفوا ذول اشيطوكم يفيدكم هذا 60 day اللي هو بلاش يفيدكم هذا بلاش فري بس يطيكم شنو استخدام يعني هاي هنان الاستخدام مالته هذا الحجم مالته الاستخدام هو 1 جيجا بلاش البقية الحجم مالته المفتوح اشقد ما تخزنون على السيرفر خزنه هذا اول اثني اللي هو اللي بلاش واللي عفو ب3 دولار هذا ينطوكم host 1 يعني موقع واحد تقدرون ترفعون عليه الادفانس يطيكم 6 مواقع الابريميوم ينطيكم unlimited جغل ما ترفعون مواقع رفعوا هذا ينطيكم واحد دوميا هذا ينطيكم unlimited دوميا هذا ينطيكم 10 جيجا بايت كبان دويث اوكي هذا ينطيكم unlimited تذني لثلاث البقية البفلوس هذا يطيكم static IP ذني ما ينطي static IP ذني ينطي static IP بس بفلوس هذا يدعم الencrypted العفو ذني ما يدعم الencrypted هذا يدعم الencrypted وهاي بقية المميزات اللي هي موجودة اوكي بعد اكو اكثر مثلا عندكم Windows Server 2019 hosting features هاي features التفاصيل الاضافية اللي انتو ممكن تحتاجوها هاي شنو SQL اللي يدعمه مثلا هذا الابلاش يطيكم واحدة database بينما هذا يخليكم ترفعون 6 database هذا يخليكم ترفعون 20 database اوكي اوكي وهنا ايضا ديطيكم حجم ال database اللي ترفعوها جقد لازم بالزايد هاي بقية التفاصيل هاي 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 يقولكم شنو يدعم كل هن يدعم ال ASB.NET كل هن يدعم ال ASB.NET core كل هن يدعم ال BHB يدعم ال MVC لحد ال MV6 هنا يدعم لنا يعني فانتو من دا تشغلون هاي application من نوع ASB أو ASB.NET core و MVC فهذا ال host يدعم هاي كل هاي التفاصيل اوكي بعد 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 و كاما دفاصيل فخلي اذا اشوفكم اللي اني مشتري اروح على البوك مارك اوه و انا هذا طبعا هاذا يجب زغني 7 114 حتى خاف واحد السكران ما يخلقه بالموقع هاي ما الارقام بان 7114 هذا هذا يطيقون هاي شي شي تفاصيل تقدرون نضيفون مثلا a new host account تقدرون هاي الثاني ضايف او host account انا عندي هسا حاليا host account واحد هذا الhost account هو مال موقع العيادة الالكترونية اللي اني مشتغله اوكي اوه هذا الدومين مالتي برا diceclinic.online طبعا انا مشتري الدومين من غير ناس اوكي و رابط الدومين مالتي المشتريين ممشتري من نفس الموقع مال سمارتر هما السمارتر يوفروا لك دومين من عندهم بس انا مشتري من غير مكان فبعدين بروباطة الدومين اللي يمشتري ويه غير مكان ويه الموقع مالتي اللي يرافع على هذا السيرفر هاي التفاصيل بعدين اعلمكم عليها اه هناني مثلا هذا الموقع اللي عندي رافعاني اول موقع اوكي هاي الرقم واحد اه رافعه اه بيوم اه 25 جون اه 21 اوكي هذا طبعا ال expire date بعد سنة لان اخر مرة اشتركت اشتركت في مدة السنة اللي قدام فالexpire ما بعد سنة اه طبعا اه هذا ال 컨ترولر دنا يعني من ندوسع ال 컨ترولر البناغ يطلع لكم الاشياء اللي انتوا ممكن تسووها بهذا السايت اللي انتوا فاتحي على سبيل المثال ضايف اليوم انا سايت جديد رابطة ويه البرادايز كلينيك اوكي اه هذا هناني الويب سايتات هذا الويب سايت انا هسا حاليا رافعه ويب سايت المستخدم مساحة 95 ميجا بايت الباندوث اللي من طينيه هما 172 ميجا بايت تشيد كل شي هوية اه مثلا الدياتابيسات اللي اني رافعها بهذا السايت هي داتابيس وحدة اوكي اه حجمها اه بعدها ما واصلة 16 ميجا بايت اصلا اه حجمها 5% مااخذ يعني هو اقل اكثر شي يطويكم للداتابيس هي 3000 ميجا بايت يعني مايصدر الداتابيس يصدر اكبر من 3000 ميجا بايت يعني 3 قيجة خلنقول او اقل من 3 قيجة بشوية من هنا تقدرون نسوون مثلا باكب داتابيس رستور داتابيس شرينك اوكي حسبة اكبر اصابتي بسهول ادال بسم المثال اقدر اصوي المس علاية اذا اقول لا تمام اكبر انه اختر اسijke bluetooth الرجل ماذا لو التي جعلها طوال اصباد مget سيكل سيكل اسم الس evacuation ري ciento شنو اسم الداتاباس نين شنو الباسورد مالتها ايش قدر يتحجمها اوكي وهكذا وبيضطي اضطي هواية تفاصيل يعني كل شي هواية تفاصيل يضطي مثلا الاس اس ال فايلات يقدرون هنا توصلون للفايلات مثلا هسان عندي هاي الفايلات مال ال اي بي اي اللي انا ارافعها هاي الفايلات مال اي بي اي اللي انا مصعدة اوكي اذا نرجع خطوة فهاي الداتابيسات اللي انا ما اخذها باكب كل فترة اطب للموقع اساوي باكب للداتابيس يعني حتى خاف كل شي يصير مثلا يضرب ارار يصير اكو مشكلة ينحذف الشي بالغلاط فاني عندي باكب مثلا ما الاخر يوم اوكي بعد هواية شغلات يعني ينطيكم كل شي هواية تفاصيل ما اقدر اشرحها كلها يسه بس يعني هذا كلش مفيد لكم ان شاء الله بالمحاضرات الجاية او بالمحاضرة اللخ اشرح لكم شلون نسوي نيو سايت ونسوي بابلش يعني هذا الموقع مالتنا نسوي لبابلش ونسوي لنا نيو سايت ونسوي لبابلش لهذا النيو سايت وناخذ الداتابيس مالتنا ايضا نرفعها نانو اونلاين تمام هاية بالمحاضرات الجاية اشرح يالكم طبعا هو ما بوقع انه هواية محاضرات لانه اني الموقع ما اريد اشرح كل التفاصيل اللي حسويها بي بس احاول مثلا كل ما اشتغل عليه كل ما اسوي فد مجموعة شغل على الموقع تمام مجموعة شغل يسوى انه يطلع بيشرح مال ساعة فراح اصور لكم فيديو اشرح لكم اني شم سوي مثلا خلال هاي الايام اللي راحت شنو الابديتات اللي اني سويتها على الموقع الحد ما الموقع يخلص بالمحاصلة انتو كل شي تحتاجوا هو اورادي نشرح يعني التفاصيل اللي انا اريدت اوصلها للطلاب او اوصلها الناس اللي يريدون يتعلمون فهي اورادي كلها وصلت نرجع خلنا تابعها خلنا نقول اللي شنية مثلا شرحنا شنو هو ال ASP.NET Core MVC شرحنا ال Entity Framework Core شرحنا ال DABAR شرحنا ال JSON Wave Token شرحنا ال Linux شرحنا Generic Class شرحنا ال Logar ال HTML و Java Secrets و CSS شرحناها هنعلا قد ما نحتاج ال JQuery و BothStral ايضا شرحناها هنعيش بسيط بالاخير وصلنا لمرحلة انو شلون نشغل هذا الموقع ويكون اوكي نستطيع نسوي لوغن على الاقل ونصفح به يبقى الباقي يعتمد عليكم انتو شنو الاشياء اللي انتو تريدون تسووها يبقى على مخيلتكم على نوع الموقع اللي تريدون تشتغلو لان كل موقع هو يراد لتفاصيل شكل بس اللي شرحته لكم هو الاساس اللي انتو تحتاجوا بكل المواقع اللي ممكن انتو تسووها لحده هنانه اتمنى انو هاي المحاضرات اللي 18 هي تكون كلش يعني مفيدة بالنسبة لكم طبعا هو بقى بس محاضرتين محاضرة 19 ومحاضرة 20 محاضرة 19 راح اشرح لكم بيها شوان صعدون موقع محاضرة 20 راح تكون ختامية طبعا محاضرة 20 راح تكون كلش متأخرة لان ورما اكمل الموقع كله محاضرة 20 راح تكون هي اشوفكم التفاصيل النهائية للموقع ورما انا خلصت لحده هنانه اتمنى انو هاي المحاضرات فادتكم طبعا لا تنسون اشتراك بالقناة سبسكرايبار سووا لايك اذا اجبتكم الفيديوهات وايضا الاهم من عدها طبوا القناة التليجرام لان قناة تليجرام ناشر بيها كل الاشياء او اللينكات او التفاصيل اللي انتو انا شرحها اثناء المحاضرات بتوفيق لكم واي شي تحتاجون بس طبوا للتليجرام دزولي انا حاضر باي وقت السلام اشتركوا في القناة